أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تسخرت كافة الإمكانات لتحقيق الهدف المنشود بالقضاء على فيروس سي بداية من إنشاء مراكز العلاج وتوفير وسائل التشخيص المطلوبة وإعداد الكوادر وتوفير الدعم للصناعات المصرية التي استطاعت توفير ملايين الجرعات من الأدوية وانتهاء باستمرار رعاية المرضى المصابين بمضاعفات المرض وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لهم جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لمدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانم بحضور كبار مسؤولي وقيادات المنظمة حيث توجه الرئيس السيسي بالشكر إلى المنظمة الصحة العالمية ومديرها العام على الدعم المخلص الذي قدمته المنظمة لمصر معربا عن سعادته البالغة بتحسن صحة المواطنين المصريين فيما يتعلق بهذا المرض الذي طالما شكل أزمة مزمنة في الصحة المصرية وصرح متحدث رئاسة أن مدير عام منظمة الصحة العالمية سامر سلم الرئيس السيسي شهادة المستوى الذهبي على مصاري القضاء على فيروسي في مصر مقدما التهنئة لمصر وموضحا أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد بعد تحقيقها وفي زمن قياسي قصة نجاح عالمية يحتذا بها في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروسي إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق بدون الالتزام الكامل الذي لمسه شخصيا من الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه هذا الملف وملفات الصحة بشكل عام وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول أفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية في العديد من الموضوعات لسيما تعزيز جهود الدولة لدعم الصحة العامة في مصر وخاصة من خلال المبادرات الرئاسية ذات الصلة تحت ما ظلت مئة مليون صحة وتطوير هذه المبادرات في مختلف القطاعات الصحية لتصل إلى ملايين المواطنين في جميع أنحاء مصر ترجمة نانسي قنقر